اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في التعليقات لو سمحتم اي واحد يكتب لي الصوت متاعي موجود ولا لا ماشي عارف لا فما لا تعليقات لا فما غريبة والله مكشتاش معافية دكتور محمد علي انا انا تنجم تتكلم دكتور الصوت موجود اي صوت بارك الله فيك اخت اسمة بارك الله فيك استاذ محمد علي اي اه على اليوتيوب ايضا موجود وي دكتور محمد علي تنجم تخرج وتعود تدخل كن متراش مانا اذا فما مشكلة بتاع الصوت يعني بعضت لك الرابط بتاع البث نعم بارك الله فيكم اخونا هشام اخونا مدينة اتسمعوا فينا واضح اذا المشكلة يمكن من عند الدكتور محمد علي حراث ننتظر قليلا ان شاء الله اول ما في العادة نذكر وستاذ المشاهدين انه هذا مش يولي برنامج اسبوعي مع الدكتور محمد علي حراث مش نسميه مامبر الاحد باذن الله مش يكون كل يوم احد سه الساعة التاسعة التاسعة ليلة بتوقيت تونس ان شاء الله نعم نعم بارك الله فيك اخت مريم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وننتظر قليلا ان يكون معنا الدكتور محمد علي حراث فمشكلة تقنية من منذ تقريبا 25 دقيقة او اكثر واحنا نحاول نشوف المشكلة التقنية بتاع السوت والكاميرا ما توتوين قدناها ننتظر قليلا الدكتور محمد علي نعم واضح صوت واضح المشاهدين كل يقولوا لي واضح الصوت الدكتور محمد علي لن لن نسمعوك لن نشوفوك الكاميرا ما تخدمش يعني نفس المشكلة منذ قليل فمش علش الموضوع هو اخت مريم الموضوع هو الدكتور محمد علي يعلق على اهم احداث الاسبوع بالنسبة للاسبوع هذي اهم احداث هي الوقفة بتاع الاتحاد العام توصل للشغل والوقفة بتاع جابة الخلاص اليوم يوم الاحد 5 مارس وان شاء الله سنتحدث عن الاعتقالات اعتقالات الاخيرة الاعتقالات السياسية خاصة فيما يخص القاضي بشير العكرمي يعني القضية متاعه مهمة جدا وايضا الدكتور محمد علي حراش شي قدم يمكن نطلب منه يمكن شي قدم توضيح فيما يخص الافارقة لانه هو عمل يمكن تصريح حكا فيه يعني حذر حذر من نوع الهجرة بالنسبة نوعية معينة من الناس اصحاب ايديولوجيا معينة بش الناس ما تفهمش انه هذا يعني مجرد تصريح عنصري ولا لا بالعكس دكتور محمد علي انت معانا على البث ونفس المشكلة لا صوت لا صورة ربي برك فيك استاذ رفيق استاذ رفيق العوني هو يعني كان امين عام حزب جبهة الاصلاح والتنية وهو يعني ندعو له شفاء لأنه حالته الصحية يعني تعبى شوية كل السيد المشاهدين والاخوة اللي يسمعوا فينا نتمنعوا الشفاء العاجل ندعوه بالشفاء العاجل لأخونا رفيق العوني الاستاذ رفيق العوني وهو من المتابعين نعم نعم طيب أنا قاعد نتواصل مع الدكتور محمد علي حراث لحظات ويبدأ معنا ان شاء الله كان المشكلة التقنية هذي فضينا أولا الساعة فما نعتذر للسيد المشاهدين عادة هذي البرنامج أسبوعي لكن الأسبوع الفارض لم يتسنى لنا يعني القيام لا بحلقة العصف الذاني ولا بحلقة الحلقة الأسبوعية مع الدكتور محمد علي حراث بسبب يعني مشاكل صحية نعتذر للسيد المشاهدين الله غالب هنا يعني تبديل التقص صعيب شوية في اليابان يعني يمكن الناس اللي ما تعرفش على اليابان من الأشياء اللي مش معروفة على اليابان هي التقص الحاد يعني عندهم شتى بارد شي غريب وعندهم صيف سخون يا لطيف في حالة رطوبة يعني غريبة يعني الصيف بتاع تونس رغم الحرارة يعني 45 و46 توصل في تونس و40 لكن الحرارة ينجم الإنسان يتحملها ما فيهاش رطوبة حرارة يعني جافة في اليابان حرارة ما هيش مرتفعة للأربعين يعني توصل 37 38 35 لكن رطوبة لا أراكم الله مكروه يعني تقول عليك في صاونا سبحان الله وعندهم الأمطار الموسمية في الصيف يعني مطار وسخانة سبحان الله أيها الآن نمريك أيها السلام عليكم أيها دكتور محمد علي أيها الآن نمريك الحمد لله بعد جهد جهيد مرحبا قاعدت نحكي لهم على الطقس في اليابان أيها نعم إن شاء الله ما تكونش عندنا مشكلة لترنت مرة أخر أيها واضح الآن دكتور محمد علي مرحبا بيك وشكرا يعني على تلبية الدعوة وإذا برنامج أسبوعي يعني من هنا فصاعد سيصبح عنوان البرنامج منبر الأحد يعني سياسة في العمر مرحبا بيك تفضل لك الكلمة أهلا وسهلا وبرك الله فيك المعدرة على التأخير طويل هذا التأخير برشا لا مرحبا والله المسائل التقنية ولا أمامي ثلاثة لابتوب ولا واحد فيهم شبك معي مش عارف مانيش خبير إن شاء الله إن شاء الله تنشوفوها المشكلة يمكن التطبيق ميلون أحيانا لا يتطابق مع نوعية المتصفح الويب النابيجايتر الويب النابيجايتر ساعات يخدم بالقدام على جوجل كروم يخدم بالقدام على الفايرفوكس ولا يخدم على أوبرا أهلا نشوف إن شاء الله في المستقبل نفضوها هذه بإذن الله المشكلة أنا أعتذر للسيدة المشاهدين على التخير هذه هي يعني أنا بث مباشر أنا كنت نتحدث لسيدة المشاهدين إنه مش نتناولوا أهم الأحداث الأسبوع يعني أخت هناك أحد المشاهدين قال ما هو الموضوع هو نعلق على أهم أحداث الأسبوع من خلال دكتور محمد علي حراث اللي عنده نظرة نوعا ما يعني نظرة شاملة على جميع الأحداث في العالم ويربطها بالأحداث اللي موجودة في تونس لكن قبل ما نبدأ نتطرق على الوقفة اللي صارت في الاتحاد العام التونسي للشغل أمس ووقفة الاتحاد العام التونسي للشغل ووقفة جبهة الخلاص اليوم وبالنسبة الاعتقالات السياسية ماذا بينا دكتور محمد علي حراث لتوضح أكثر وجهة النظرة متاعك فيما يخص هجرة الأفارقة لأن الناس فهمت هناك يعني نغط وناس خرج تترد في فيديوهات يتحدثون عن هجرة المناخ وهذه الأمور لو توضح وجهة النظرة متاعك ونحن لا نقصد أي عنصرية بطبيعة حال ليسا هدف هو العنصرية بل نحب وفق الأمور فضلا لك الكلمة أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية لك أخ أسامة وللأخوة ولأخوات المشاهدين ومرة أخرى معذرة على التأخير أنه ما كناش في الموعد كما وعدنا عودة على موضوع الأفارقة أنا كتبت تدوينة مش طويلة جدا مراعاة لظرف القراء في الفيسبوك وضحنا فيها الموقف وطبعا بعد الكلام بتاعنا المرة الأخرى طلع قيس وتكلم في الموضوع وهذه موضوعين مختلفين أولا شوف موضوع الهجرة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة آدم عليه السلام وذريته والناس تهجر وراه ما ثم حتى قانون في الدنيا راح يمنع الهجرة تماش تماش قانون راح يمنع بش يمنع الهجرة العباد تتنقل منذ أن خلق الله الخليقة ما عندك ما عندناش وين نهرب بل أنه في السنوات الأخيرة رغم التضييقات تسارعت الهجرة يعني أنت مثلا بلاد كيف الإمارات 90% من الموجودين داخل الإمارات 90% يعني 9 على 10 في الإمارات أجانب ما هو مش إماراتيين وطبعا هذه عندها ظروفها وعندها الآن الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا بش تكون أول مرة في التاريخ أول مرة في التاريخ أمريكا كلها البيض ما همش يكونوا هم الأغلبية في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا البيض مش يكونوا أقلية عام 80 معناها بعد بعد أقل من 60 سنة من الآن مش يكونوا أقلية في بريطانيا الآن في مدينة لندن الإنجليز أقلية يمثلون 37% قريب الثلاثة يعني 30% في مدينة لندن ما همش ما همش إنجليز عصمته إذن موضوع نظرتنا لموضوع الهجرة هذا تصرف إنساني بشري منذ الخليقة والدليل على ذلك هاني أنا في لندن وأنت في توكيو ولا وين في اليابان معناها في أوساكا نعم في أوساكا في أوساكا غرب اليابان اللي فات صواريخ متى أمريكا معناها نعم نعم ليست صواريخ لكن نعم فهذا يوريك معناها من نتكلم الموضوع اللي نرجع الآن حتى ندقق ونمحص ما نبقوش نتكلمه في الكلام الأفارقة هجرة إلى شمال أفريقي ثم نوعين من الهجرة أو ثم خليني يقول ثلاثة أنواع من الهجرة الهجرة الأولى رجال أعمال طلبة جايين نحن نستفيد منهم يعني مرحب بهم في كل مكان وهذاهم أخذوا فيزا وعندهم إقامة إلى آخره هذه النوع الأولاني النوع الثاني هو ناس صابهم الفقر يعني ناس يمروا بفترة متاع فقر وحاجة وربما حروب إلى آخره من طبيعته الإنسان يهاجر من مكان إلى مكان ومرات ممكن يكون في تونس أو في غير تونس يكون بدون أوراق معناها إذن الصنف الأولاني عارف على الجاي يا تجارة يا خدمة في مؤسسة دولية الصنف الثاني هما ناس فقر ترطهم الحاجة سواء الحروب أو الظروف السياسية وغيرها جاءوا لبلادنا التونس إما يحبوا يكملوا يحرقوا الأوروبا ولا بقاوا يعيشوا في تونس وهذا ما أيضا لديهم نظر التعاطف وعندنا لديهم أنه لابد أن ننظر في وضعيتهم بطريقة مختلفة بمعنى إما ندمجهم في المجتمع نعمل حل من الحلول وربما لما نتكلم في موضوع الحلول للوضعية الحالية نصلت عليها الظروف الصنف الثالث وهذا ما قصدت في كلامي الصنف الثالث الصنف الثالث اللي هو حركة عنصرية حركة عنصرية تنتمي لما يسمى بالأفروسنتريك المركزية الأفريكانية هذه حركة عنصرية موجودة عندها تقريبا أكثر من 100 سنة الآن ماركس جابي كان يعيش هنا في لندن وهذا من المنظرين المتاحة الفكرة المتاحة تقوم على أن إفريقيا هي حركة عنصرية يعني ما يتهمون إش نحن بالعنصرية هما حركة عنصرية يقولوا أن أي واحد ليس أسود لابد يخرج من هنا وانتم عرب من الجزيرة العربية روحوا للجزيرة العربية وهذا الكلام ما هو كلمتع ناس عاديين أو ناس بسطار هذا كلمتع منظرين وهذه الحركة الاستيطانية تتلقى دعم دعم وتخطيط وترتيب وهذه اللي عندنا معها مشكلة بل أنا أدعو إلى تجريمها أنا أدعو إلى اعتبارها حركة إرهابية عنصرية وجب حضرها ومعاقبة من ينتمي لها يزمن بالطريقة هذه هنا أين أخو سامة هنا أين الإشكال طيب الآن نحن في ظل الإنفلات الأمني وفي ظل اللا دولة تسمعني أستاذ سامة نسمع فيك أستاذ نسمع فيك تفضل تفضل واصل نحن في ظل غياب الدولة في ظل اللا دولة توافدت أعداد كبيرة لكن لو تلاحظ أن استمعت خاصا الصحافة والإعلام الفرنسي الإعلام الفرنسي يقول أن عددهم لا يتجاوز ستين ألف شخص منين جابوا الأرقام ومرات يقولوا عشرين ألف يعني هما التقديرات مختلف وسائل الإعلام الغربية والفرنسية والأمريكية مختلف وسائل الإعلام تقول أن عددهم بين عشرين ألف وستين ألف هما لماذا يحكوا على عشرين ألف وستين ألف هما ما يقولون مصدر المعلومة مصدر المعلومة هذا من المثجلين يعني الناس الموجودين بالصفة قانونية اللي هما الصنف الأول اللي أنا حكيت عليه الصنف الأول اللي هما طلبة وعمال وناس عندهم إقامة وناس عندهم عمل والآخر هذا الصنف هذا ماش مشكلة معاه لأنه عنده عنده ترخيص وعنده إقامة ومشكلة معاه لكن نحن نحكيه في الصنف الثاني والثالث اللي هما بلاش هوراق وكل واحد عنده علاج بطريقته الخاص الآن من المشاكل الكبيرة أنه ما نعرفوش عددهم لا الدولة تعرف عددهم ولا جهة تعرف عددهم الاتحاد العام تونسي للشغل يقول 700-300 أو بين 700-800 تقديرات من الحكومة التونسية تقولي فوق المليون تقديرات الشارع وشعب الفايسبوك يقوله سوز مليون لكن التأكيد المؤكد أنهم عشرات أضعاف القانونيين يعني إذا عندك 60 ألف قانوني معناها عندك 700 ألف غير قانوني وقد يصل العدد إلى مليون المشكلة الثانية وين أنه التزايد كبير منين يجوه الناس يجوه من ثلاثة من ثلاثة مصادر المصدر الأول الناس اللي هاجروا للجزائر وليبيا والليبيين والجزائرين يوصلهم للحدود ويقولهم تصحبكم السلام معناها جيراننا الجزائرين حسوا بالمشكلة عندهم يدفعوا فيهم عندنا نحن ما يرجعهم مش منين جاو يبعثوهم عندنا وكذلك من ليبيا الباب الثاني هو سياسة الأبواب المفتوحة التي عملتها الحكومة خاصة من الثورة وينت جاي سياسة الأبواب المفتوحة أو سياسة رفع الفيزا رفع التأشيرة بما يعني أنك أنت ما عندك حتى معلوم الأخطر من ذلك كله الصنف الثالث من يجينا يجينا من البحر البحرية التونسية الدولة التونسية دولة قيسعيد تتقاضى مبالغ مالية زهيدة من الاتحاد الأوروبي ومن إيطاليا ومن فراصة تحديدا يخرجوا حتى من بعاد على بحرنا يعني جماعة جايين مثلا مش عارف أنا من أفريقيا الوسطى من ليبيا من ليبيا طالعين لليونان أو من ليبيا ماشيين الإيطالي نحن نتبرعوا ونمشولهم للمياه الدولية ونجيبوهم وندخلوهم عندنا وبعد نقولوا شفيها عندنا مشكلة الآن ولت عندنا مشكلة حقيقية علاجها كيف يكون علاجها يكون بالحكمة شمعناها بالحكمة بمعنى أنت مرات تقول كلمة نست تأول هالك تولي ضدك صدقني يا خسامة الآن في أوروبا تحشم تقول أنك تونسي أصلا أصحاب البشرى السوداء لو تقول أمامهم أنك تونسي وانت في لندن يعني لا تأمن أنه يضربوك لا تأمن لا تأمن مردت الفعل لأنه حملة إعلامية شرسة مش على الحكومة التونسية على الشعب التونسي على التونسي صورونا اللي نحن وحوش بشرية عنصرية يعني تعرف هذه كرامتني بدائها وانسلت وبدأ هذا يرى قال كراه في التاريخ العربي والعرب كانوا يستعبدوا في السود والدين متاحهم فيه العبودية بالرغم نحن لا قمنا بتجارة يعني يخطفوا فيهم من غرب أفريقيا ويدوا فيهم إلى أمريكا وإذا رزنوا تسفينا يرموهم في البحر للحوت يعني الممارسات هذه كل ممارسوا هاش المسلمين ومع ذلك نتهم بذلك ذلك نتهم فردت الفعل لازم تكون ما يكونش من رئيس الدولة ورئيس الدولة ما يقولش كلامة ذاكة شما نتهم تقول انت يا ولدي رأى فرق ما بين يجيك تقرير سري من المخابرات العامة والمخابرات للبوليس ولا من الأبحاث ولا من مخابرات الجيش ولا يجيك تقديرات معينة من خبراء ومن خبراء في الهجرة يجيك تقرير معينة هذه المشتخراها رأي عليها طابعة سرية المطلقة إلى الأبد أسرار الدولة أنت تقرأ تقرأ وتقرأ دكتور محمد علي بشأن نتفعل معاك لهنا يعني كيفية تعامل مع قيس سعيد لم تكن بالكيفية هي رجل الدولة يعني كيفية تعامل مع التقارير هذه كشنين خطوات لنجم التأخذها وعمل التصريح إعلامي أعطاه به مادة تنجم تعاون في نقد التوانسة ووقم التوانسة باللعون سورية في الخارج وبداخل هو نحن موصومين يعني يحليلك تو تكون تنسي في الخارج معناها معناها أنت دبل يعني يعني الآن نحن ذوي البشرى السوداء ولا الأفاقة ولا البعثات الدبلوماسية الإفريقية يشوفوا فينا عنصرين وأصحاب البلد البيضي يشوفوا فينا مهاجرين يعني صرنا الآن في حرب من الجهتين وصرنا عندنا نفس خطاب الحركات العنصرية اللي هي ضدنا نحن في الخارج المشكلوين السيقيس الأمر عندك الأمر بسيط وسهل تطبق القانون يعني حتى واحد وحتى بلد ميلومك عنده تطبيق القانون وثم أنت لماذا تتكلم عن الأفاقة تتكلم على كل أجانب قول راهوا أي أجنبي بدون أوراق في تونس سيعرض للترحيل أو تطلب من الأمن تقولهم أضبتون حبوا لا نريد أن يكون ثم ناس في بلادنا من غير أوراق ثبوتية حتى واحد ميلومك أنت أنجل التوينس أخي هو طول الأفريقي عنا نحن قانون أنه يمنعك تأجر محل للتجارة أو للسكن الواحد ما عنده شي قام حتى في بريطانيا حتى في بريطانيا إذا ما عندك إقامة وما عندك رخصة وجود ما يكرر لك دار مثلا ماش حتى واحد يكرير لك دار والأمر الثاني نحن هنا في بريطانيا لو تخدم واحد تخدم واحد يلقاوكم خدم واحد وهو ما عنده حق العمل في بريطانيا خمسة ألاف جنيه خطير خمسة ألاف جنيه ويقع فيها إقافات حتى اليابان أيضا ذلك عليش اليابان من أقل نسبة في العالم اللي فيها يعني الخدمة بدون وراق يعني نجر مش تخدم بلاش وراق القانون واضح القانون واضح ليش أنت تنجم تحطها في إطار منع الاتجار بالبشر منع الاتجار بالبشر لأن المهاجر عادة يكون معناها مهضوم الجانب يعني ينجموا يخدموه ما يخلصوه ينجموا يخدموه خارج الساعات القانونية ينجموا ما يتمتعش بكل ما يضمنه ويكفله قانون الشغل فيه تونس ولا في اليابان ولا في بريطانيا ولا في إيطانيا الآن إيطاليا عاملة مخيمات تحجز فيها اللاجئين فرنسا كيف كيف بريطانيا كيف كيف وحتى واحد ما يتكلم عليه نحن معنا حتى مخيم لاحتجاز اللاجئين معنا حتى مخيم في تونس ومع ذلك نحن مفوق ذلك ينظر إلينا دولة عنصرية وشعب عنصر هاي المشكلوين المشكلة أنا كده ما تعرفش السير السياسي الآن نخرج أوامري تخرج أوامري للدولة كل تونسي أنا منمس حتى أفريقيا في تونس كل تونسي يضبط أنه يأجر على غير السياق القانونية أو أنه يشغل على غير السياق القانونية ضعف له العقوبة رد فيها عقوبة سجنية إذا ما عادش حتى واحد يشغلهم إذا ما عادش حتى واحد يشغلهم البلد لن يكون جاذبا لهم لأنه الهجرة في حد ذاتها علم فما عندهم ما يسمى بالPull Factor and Push Factor يعني قانون الجاذب وقانون الدفع يعني أنت الآن عندك بلد جاذب يصير جاذب للهجرة خليه رجعوا بلد دفع يعني لما يجي يدور يدور ما يلقى حتى وما عفو لما يجي يدور يدور وما يلقى حتى شيء وما عادش عنده إذا كان ما يلقى وين يكري وين يقر الأمر الثالث أنت الآن أمام مشكلة عويس أنت الآن مش مخير أنت الآن أمامك مليون عبد ما تعرفهمش أعمل مثلاً نقول أنا أي واحد يجيب أوراق بش نعطيه إقامة بسنة على الأقل الخطوة هذه شنو تضمنك الخطوة هذه تضمنك أن تولي ناس كل عارفها وقانونية وكل تخذلها بصمات وكل عندها أسماء وكل عندها جاوزات سفر غضوك تقرر بش ترحل عندك ما ترحل وعندك وين ترحل أما الآن تمسك واحد مثلاً من عرشنا من القابون ولا من 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 أي مكان من غينيا ولا من مالي ولا من أي مكان تمسك تديني الصفار المالي يقوله أنا من يش مالي الصفار المالي يقولك ما هو مع أنه حتى شي يثبت أنه مالي مع أنه حتى شي يثبت أنه من ساحل العاج فأنت لما تقع بلدك في مشكلة وأنت جزء من هذه المشكلة لازم تحاول كيفاش تحلها وقايس الآن عنده أربع سنين في السلطة لم يجيش البارح عنده أربع سنوات في السلطة والسياسة الخارجية هو المسؤول عليها من نقولها لكي لا يقول لكي أنا قبل 25 جويل ما كانش عندي سلطة لا راهي الفيز كانت عنده هو الدخول للخروج لتونس كانت كحن تحت سيطرته هو معناها الآن هو يحب يتجرب الموضوع هذه مشكلة عويصة لابد من نظرك في طريقة حلها في أسوأ الحلول في أسوأ الحلول حاول تعال تعمل في المجتمع تدمجهم في المجتمع التونس دعوا التكلم معربي دعوا يقراء ولادهم في المدارسة التونسية دعوا هالناس هذين ندمجوهم معنا كما تدمجنا المجتمعات قبل إحنا تونس مليانة بطلين ومليانة بالمالتيين ومليانة بالاندلوسيين والإسبان والأتراك والسود اللي كانوا من جنوب السحراء وكل أدمجناهم كلهم يتكلموا عاربي الآن أنت لو ما تكونش دارس في علم من العلوم معينة اللي مرتبطة بالبشر أما الجغرافية البشرية والعلم الاجتماع مش رايح تعرف أن هذا أصله أندلوسي أو هذا أصله تركيا أو هذا أصله كردي أو هذا أصله أفريقي لماذا؟ لأنه كما كان يسمىها جورج واشنطن يسمىها البورما اللي تدمج كل شيء مع بعض باش يجيه هذا بالتعليم جيبهم سخرهم فيه وعلى فكرة حتى نقول لك حاجة أنا قبل في 2019 قبلت مدير عام في بزارة التربية وقلت لهو هذا الأولاد هم اللي قاعدين يتولدوا في تونس ما عندك حتى سبيل باشترحا لهم ما عندك وين تبعثهم نحن ما عناش حدود مع دولة أفريقية أوروبا ما يمشل هاش ليبيا والجزائر ما خلوكش تبعثهم الناس هادومة بالسيفة عليك بشي كبروا عندك علش قطو علش ما نعمل لهمش برنامج يدخلوا يقراه عندنا يدخلوا يقراه مع أولادنا يدخلوا يقراه في مدارسنا وممكن التمنجبوه من الأمم المتحدة ومن عدة منظمات منظمات اللي طعنا بالتعليم اليونسكو وغيرها هذه في أسوأ الأحوال حتى لا تكبر عندك ناس والآن شفت بعد التصريحات الآن ما عادش تنجم تحطيديك على حتى واحد حتى واحد ما زيش بتعمله أو شوف الناس تضرب وتسب ما عندك ما تعمل لهم حتى شيء الآن هذا هو التوجه المفروض يكون لكن الله غالب نحن الدولة كاملة بالعقل الدولة كاملة بالعقل وشفناها يعني في كثير من المواقف الدولية وغير دولية حتى الوطنية يعني في الداخل يعني تصرفات ليست تصرفات على رجل دولة أو إنسان رسين وحكيم يخرج من المشاكل بأقل أضرار وهذه هي سياسة يعني سياسة هي فن إدارة المشاكل وفن يعني تحييد المشاكل وإدارة الدولة بأقل أضرار وأكثر الأرباح وأكثر الفوائد لكن نحن اللي شفناها زياد مصخص مع التونس في الخارج للأسف هذه هي يعني مصيبة أحد الأخوة يقول عدد الأفارقة في تونس حسب المعهد الوطني للإحصاء في أقصى التقدير ليتجاوز الذين ألف صحيح هذا من المساجلين يا أستاذ هذا من اللي عندهم بطاقة إقامة من وزارة الداخلية هذا ما تحتاج للمعهد الوطني للإحصاء هذا تحتاج تسأل وزارة الداخلية أعطيك أما رأوا ثم هناس ما يعرفهم حتى واحد نحن المشكلة فكري ما يعرفهم حتى واحد من دون أوراق ثبوتية يعني دخلوا من دون فيزا ومن دون أوراق ثبوتية ولا شهادة إقامة ولا حتى شيء نعم هل عندنا إحصاء كم من الأفارقة أولدوا في تونس اللي ما يعرف هاش كوت ديفوار ما شايف هاش تولد في تونس الأطفال الصغار معنى عندنا إحصاء معنى عليهم حتى إحصاء ولذلك واجب دمجهم في المجتمع ما أشوف نحن هذا ما الآن صاروا 10% أفريقيا جنوب الصحراء تونس بتصيف علينا ما عندك وين تهرب منهم ما عليك إلا أن تحاول كيفاش تدمجهم في المجتمع تخرج بأقل الخسائر لأنه إذا باش تعملهم تخليهم يعملوا مجتمع موازي هذه مشكلة كبيرة وثم في موضوع الأديان ثم أديان معترف بها قانونية وثم ديساكت ممنوعة في عدة دول ثم ديساكت عنصرية يعني يعني أنا مش باسم الأنصرية يعمل لي حركة عنصرية في البلاد وأنا نتفرج فيها الحركات العنصرية العنصرية ممنوعة على التوانسة وممنوعة أنها تكون موجهة للتوانسة يعني التوانسة ميزد عنصرين ولكن هذا ما خلوش حتى واحد يتصرف تصرفات عنصرية مع التوانسة هذا اللي لازم نعملوه نعم بارك الله فيك على توضيح الدكتور محمد علي هو فم تعليق يعني يعني عجبني كلاش مكاي قال سعيد عملها متعامل كي يخلق أزمة لأنه يحكم بالأزمات ويتهرب من المشكل الحقيقي تعليق يعني هذا تعليق وكثير من التعليقات من الإخوة كل مرة نحاول نتفاعل مع تعليق من التعليقات طيب دكتور محمد علي المحور الثاني من بعد هذا التوضيح إن شاء الله وإن شاء الله الصورة توصل واضحة لجميع التوانسة راه ومناش يعني الأمر ليست عنصرية بل الأمر يتعلق بالأمن القومي للدولة يعني خاطي جملة الموضوع اللي أنتم ما مشافي بيالكم أحنا ضد الأفارقة ولا دكتور محمد علي حراث ضد هجرة الأفارقة إلى تونس ولا هذه الأمور لا لا مش هذا هو الموضوع دكتور محمد علي حراث أنت وكبت يمكن كبقية التونسيين يعني الاعتقالات السياسية اللي صارت مؤخرا واللي كانت يمينا ويصار وتحدثنا فيه الموضوع لكن أهم اعتقال يعني كان بارز جدا هو اعتقال قاضي بشير العكرمي اللي كان وكيل جمهورية سابق المحكمة الابتدائية بتونس ويعني الإخلالات في الإجراءات القانونية اللي صارت في كل ملف الاعتقال يعني المحكمة تطلق صراحه وبعد يتم يداعو مستشفى الرازي قصرا يقوم هو بإضراب عن الجوع بعد مدة أسبوع تقريبا من إقامته في المستشفى الرازي الأطباء يستدعون العائلة باش يروحوا بالمريض متاحهم جي الشرطة كالعادة تحاصر المكان وتمنع القاضي من أن يعود إلى منزله وتحمله مرة أخرى إلى التحقيق ويذهب إلى التحقيق وبعد التحقيق الحالة الصحية متاعه تسوء يضعوه في مستشفى إلى يومنا هذا لا نعرف أنه المستشفى اللي مودع فيه القاضي باشي العاكرمي أنت كيف تتابع اللي صار للقاضي هذا وكيل جمهورية سابق هذا ليس مواطن يعني مواطن عادي يعني فما بالك باللي يحصل مع المواطنين العاديين مثال اللي مثلا نكتبها كلمة ولا كلمة ولا نقد ولا شنوي نجم يصير فيه هذا وكيل جمهورية شو صاير فيه والإخلالات القانونية اللي صايرها والخرق للقانون اللي صاير وهذه ما يعني البوليسية اللي يتعاملوا مع القاضي باشي العاكرمي كانوا يضربوا التحية يعني للوكيل الجمهورية للقاضي باشي العاكرمي نفسه يصير معاه هذي انت كيف قرأت هذه المهزة اللي صايرة لكلها كيف قرأت أخو سامة شوف هو تونس فيها يمكن ثلاث هلاف قاضي قدش منهم معروفين عند التونس شكون اسم قاضي مشهور عند التونس بشير العاكرمي هو اسم مشهور وهو مزال يمارس حتى قبل لا يتعزل وهو مزال يمارس بشير العاكرمي حظه أنه كان قاضي شريف هذه مشكلته لأن في بلد لا تعترف بالشرفاء ولا تعترف بالوطنين ولا يعيش في تونس إلا من خانها إلا ما رحمه رب هذه المشكلة بشير العاكرمي مشكلته وين بدأت مشكلته بدأت مع الأمن مع البوليسية وكيف نقول البوليسية مش نسكل فما في رق معينة يعني جهة معينة جهات مارقة تتذكرش في عملية برضو عملية عملية برضو شدوا شدوا جماعة ولدات وعذبوهم وصحوا على الاعتراف وجابوهم للقار العاكرمي سي بشير العاكرمي بش ينظر في موضوحه من جملة ما شافوا بشير العاكرمي واحد من الولدات هذن اللي حظهم التعيس أنهم كانوا قراب من برضو هذا هو المشكلتهم الفروة متاع رأسه من ناحية مش مش الشعر الفروة الجلدة من رأس متاعه مقلعة بشعرها بكلها وقالوا له سيد الرئيس رانا تعرضنا لتعذيب رهيب سي بشير العاكرمي نظر في الأقوال ونظر في التقارير ونظر إلقاها مسألة ما تركبش على بعضها شنو عمل ابعثها الحرص اسحبها من الفرقة هذيك وبعثها الحرص حرص الوطني في العوين يرجعون له الحرص يقولون يقولون الناس هادم أبرياء ما عندهم حتى دخل والاعترافات أخذت منهم بالقوة هذا أمن في أمن ما عادش ما عادش كلام بشير العاكرمي بشير العاكرمي يحظه حظه أنه ذكي أنه ما يخضعش أنه يحب يخدم بطريقة مهنية نفس البوليسية هذم اللي هما سحب منهم القضية هما اللي يبحثوا فيه الآن ويهينوا فيه ويضربوا فيه هذا اللي صار هذا اللي صار معه يمشي قيس عيد يعني عملية انتقامية من اللي عملية الانتقام الأكثر من ذلك يتصل بها يتصل بها مدير الأمن يقول وراء يتجسوا عليها بشير العاكرمي يمشى اقتحم وزارة الداخلية وجاب التسجيلات كيفاش ثم فئة ظالة متشيعة تابعة الإيران تتجسس على كبار الضباط باش كل واحد كيفاش يطيحوه وكل واحد كيفاش يضربوه هذا اللي ما قالوش في تونس ما قالو قالو لكم رو بشير العاكرمي هجم على مكان وطلع التسجيلات لكن ما قالو لكمش الناس هذوم شنو الغرض وشكون لوراهم هذوم عناصر تابعة الحرص الإيراني عناصر مهمتها التجسس على كبار ضباط الجيش والأمن وفبركت القضاء لهم لتصفيتهم وهذا صارت في عدة دول يجي نهار ونحكو تكتيك موش موش جديد معنا فهم بشير العاكرمي هو القاضي اللي واجه هذا كل بشير العاكرمي ما استطاعوش أنه يلقول سقطات يمشي سي قيل سعيد يمشي وقول راه عنده ستة آلاف قضية ريقد اللي ما قالوش قيل سعيد أنه هو راه مش هو اللي ينظر في القضايا هو وكيل الجمهورية وعنده وكلاء جمهورية مساعدين في القطب القضائي وعنده مساعدين وكلاء جمهورية في الجمهورية الكل في الولايات الكل أشنو اللي صار صار أنه إذا شموا حاجة فيها إرهاب وما إرهاب يوجهها لتونس يعني 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 مثلا واحد شدون في القسرين والقضية والتونس أجي القضايا غاتي شنو اللي صار عن سي بشير العاكرمي أولا جتهم أكثر من عشرين ألف قضية تصور أكثر من عشرين ألف قضية بين قوسين ذات صبغة إرهابية بشير العاكرمي والنس اللي معاه المساعدين متاعه اللي هما ما همشوا معاه في نفس البنية باي ذوي معناها وما همش ومش هو اللي حد لهم شكوية شنو القضايا اللي نظروا فيها والقضايا اللي ما نظروا شفها هم وزن القضايا معناها يختاروا نظروا في خمستاشر ألف قضية لسي قيس عيد ما قالش لنا يراهم القضايا تصيب اللي تحت بشير العاكرمي نظروا في ثلاثة أربعة القضايا المعروضة عليهم وربع عاكرمي لكن ما يقول التوانسة يقول مرأي 6 ألف قضية يعطيهم البورسيون الفارغة من الكاس يعطيهم الكاس كام لكن ما قالش ليهم رايش 6 ألف قضية تمثل أربعة القضايا المتحولة على قطب الإرهاب المعطى المعطى الثاني اللي ما 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 قالش ليهم رايش 15 ألف قضية فيهم القضايا الكبار بتاع الغتيالات والقتل والجنود والأشكة والأخير والأخير واللي ما قالوش ليهم قيس وهو يعلم وراه ومش ما يعرفش راه ويعرف قيس راه ويعرف لكن يتلاعب علش التوانسة ما سألوش ولتو تذكر أنت لحداش الوزير اللي اللي عينهم المشيشي وصوت عليهم البرلمان وهو رفضهم قال هؤلاء مفسدين ويبعث له المشيشي رسالة يقول له أعطيني أسماء المفسدين خليل نحاهم ونعوضهم بناس أخرين سمعتش واحد منهم تشد سمعتش واحد منهم بعد انقلاب قيس تشد بتهمة فساد لأنه حتى واحد منهم عنده تهمة فساد وإنما كان مصارم تعطيل دولي بالدولة في وقت الكورونا تصور أنت في وقت الكورونا وزارة الصحة بلاش وزير وزارة الصحة بلاش وزير في وقت الكورونا حتى لهم ماتوا أكثر من عشرين ألف تونسي بسبب قيس هو اللي قتلهم وعلى وعلى طوال وعلى قصار قيس لابد أن ويحاكم بتهمة الإبادة الجماعية لأكثر من عشرين ألف تونسي هو ينتمي للخمير الحمر هذا ما متاع متاع كمبوديا سيب أشير العكر نظر في هذه القضايا الستة ألف قضية ما هو توى أنا نقرأ الآن كنت نقرأ في البحث متاع بلحميد جلاسي ومتاع كامل طيف ومتاع تركي ومتاع كذا القينا دعوة لحضور حفل المستندات أنت على إرهاب لقينا دعوة باسمه لحضور حفل اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يعني أنت تمشي تحضر حفل لليوم الوطني فأنت في عملية إرهابية أنت في انقلاب على الدولة وتدبير انقلاب يعني لو تشوف المحجوز المحجوز لإثبات تورو ربك يقولوا محجوز لازم يكون عنده سيرة بالقضية لقينا في المحجوز شارجير والله هكا شارجير متع تليفون وشارجير متع متع كمبيوتر محمول جايبينه كمحجوز من ضمن المحجوز لقينا عاتي شيك بـ 100,000 من درالي شكون يعني كانت شوف انت قوائم الاشياء المحجوز يعني فبركة مش حتى فبركة انا انا نتصور حاكم التحقيق والبوليس وكلهم يضحكوا على الروح لكن مأمورين قالهم يزم يتعدى بقى شنو القضايا هذه 6,000 قضية المتهمين فيها بشير العكرميان وماشا قال لك مرط عسكري اتعاركته وجرتها كبتلها الماء قدام دارها وكل شيء عدوها قضية إرهابية لأنها مرط عسكري فهمت قضايا عرق عادي في الشارع عرق في قهوة عرق كذا معدينه على أساس انه قضية إرهابية يعني الآن فأنتش تعمل لقوط بالإرهاب تعبيه بقضايا التافة اللي ما عنده شبه علاقة وهذا مقصود راه وما هو شي بري يعني أنه تعمل عملية بومبردومان كي نقولها بالفرسية يعني تعمل عملية قصف للجهاز اللي عندك في التحقيق بقضايا تافة باش تبعد الاهتمام بتاعه على القضايا الرئيسي عالك نور أحسن هذا اللي ما قالوش قيس لهم وما قالوش الإعلام التونسي للتوانسة أنه ما هي القضايا التي لم ينظر فيها القضايا المزال الثلاثين لم ينظر فيها وثم متى هذه القضايا جاتوا فيها قضايا عندها جمعتين من اللي وصلت للقطب وفيها قضايا اللي عندها ستة شهر وفيها القضايا اللي ما زال تحولت إلى الباحث الابتدائي سواء الحرس أو البوليسية قاعدين يبحثوا فيها وبعد يرجعوا للقطب يعني يعني هذه كلها تحت النظر وكلها معا ما يشوبها كلها قضايا تافة القضايا معناها المفروض ما جيش ما توصلش القطب الإرهاب لكن وكل جمهورية في القسرين ولا وكل جمهورية في الكاف ولا في تضاويد يحب يسجل اللي هو نظر فيه حول أكثر من قضية إرهابية موطوة كلمة الإرهاب بيع كلمة حاجة مقبولة جدا يعني حاجة تجارة تجارة رائجة كما قال صافي سعيد دكتور محمد علي حرات لكن في نفس الوقت فرضا فرضا هي قضايا يا سيدي ما هيش قضايا تافها الستة ألاف قضية هو نظر في خمستاش نلف يخي التهمة هو ما نجمش يخلط الاصطاف اللي عنده والجهد اللي عنده والوقت اللي عنده والمساحة اللي عطتها له الدولة والإمكانية اللي عطتها له الدولة ما خلتوش ينظر في 21.000 قضية الكل ونظر في 15.000 إخي هذي تهمة يحاكم عليها إنسان يعني لا تكون تهمة عنده لو ترا في البحث يقول له علش أنت وكيل جمهورية في تونس لو كان عندي قبل نوليك الجمهورية كان عندي زميل هو أنا راني نخذ في بنزرت وزميلي يخدم في تونس عملنا نقلة بناتنا برد طرفين أذاك كيف وصلت لتونس يعني ثم حاجات يحاسبوا فيها عليها علش أنت اللي تنظر في قضايا الإرهابية وديده البرلمان عمل هذا القضايا قول علي قول علش وعلش فلان سيبته وعلش فلان ربطته وعلش اسئلت السؤال هذا لما كنت تبحث يعني البوليسية اللي السلخ الشبيبة التونس هم اللي قاعدين يبحثوا فيه الآن بعد سنو يعملونه بعد يحولوه للرازي التويل للرازي قصرا بالسيف عليه ما يعني 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 يعطوها كزرارق يصبح يصبح فيها فيها نوع من يعني نوع من الإدمان هو ما جيتش لعيات وكذا وعندوا وخلوه شهر وليشهرين يصبح مدمن ربط يصبح مدمن على مهدئة الأعصاب نعم ربط لها أسبوع كامل محتجز قصرا يطلقوا القضاء قضاء قالوا بالروح طعا عايتوا المرت اتلفت من الشباك يلقوا يستنوا فيه عملوك يخطفوه وهزوه للبشوش كهزيت البشوش إذا القضاء سيبه تم دولة أخرى هزيته ولذلك بشير العاكر مختطف في التعريف القانوني يرى مش أنه ينسب أو حاجة في التعريف القانوني يقاوني أن الدنيا كل تعرف يا أخ سامة في بريطانيا مجرد التعليق على أعمال القضاء التعليق على أعمال القضاء جريمة ممكن تؤدي إلى السجن مجرد التعليق يعني حتى صحافي مثلا علق على حكم قضاء يصبح مطلوب إذا واحد من السلطة التنفيذية مجرد يعلق تعليقا بل إن موظفي الدولة موظفي الدولة من كبيرهم لصغيرهم لو يعلق على أعمال السلطة التنفيذية مش السلطة القضاء قضاء أم معاش باسم أما لو يعلق على أعمال السلطة التنفيذية السياسية معناها الإداري الشخص الإداري ما عندوش الحق ينتقد أعمال السياسية إنت غادي وظيفتك محايد السياسي موكل من الشعب الشعب هو لحاس وذلك كل 4-5 سنين دورة انتخابات هي طريقة أنه نعاقب بها واحد ما عجبناش نعاقبه أنا ما نش نظر للديمقراطية ولكن إلى حد الساعة إلى حد الساعة ما وصلتش البشرية إلى نظام حكم أفضل أو أقل ثوءا من النظام اللي فيه برلمان واللي فيه انتخابات واللي فيه حكوم سمحني على المقاطعة الدكتور محمد علي احنا بعاد جملة على المنطق هذا يعني الإنسان الإداري يلتزم يطبق القوانون ورجال الأمن ورجال الجيش احنا في الصفحة اليوم بالذات اليوم واحد اسمه الجنرال بغطاس وجاي يسب تخيل انت كاتب اسمه جنرال دخلت للصفحة متاعه ونلقاه تابع الحرس الوطني جاي يسب على الاجماعة اللي يوقفين في خمسة موار انت جنرال اطبق القوانين اطبق الاوامر اجد دخلك في السياسة مع فلان ولا ضد فلان اطبق الاوامر متاعك وتلتزم بالخدمة متاعك يعني احنا رجال الأمن متاعنا في عالم اخر والإداريين متاعنا في عالم اخر والصحفيين في عالم اخر ما يعرفوش فمنش معناه حر التعبير للأسف علي بن بي طالب رضي الله عنه قال العاقل من جمع كل الناس إلى عقله والعاقل من التعظى بغيره والتعيس من التعظى بنفسه نحن مش اول شعب يعمل فور ومش شعب يعمل اول شعب يعمل برلمان ومش اول شعب يعمل انتخابات بل ان اخر الشعوب تعمل ذلك نحن من اخرهم من اخر الشعوب تعمل ذلك احنا الله يسامح الناس اللي طلعوا هذا التوافق وما التوافق وكده احنا حبينا شرينا سكرابا مرسيدس ونحبوا ونحبوا نمشوها بالحليب قال شنو اللي ان الحليب فيه مبروك فيه بركة يقول دي ما تمشيش الحليب انظف وفيه بركة وخير لكن ما يمشيش لازمها مزوط هل تعلم انه في نعطيك مثال على بريطانيا النظام السياسي في بريطانيا انه الاجهزة البريطانية كل بما فيها الاجهزة السرية عندها قرار بما في ذلك تصفيت من يهدد النظام البرلماني القام انت تغير نواب وتجيب نواب تعمل حملة على نايب تسقط وهذا كل مسموح فيه اما انه واحد يتآمر على اسقاط النظام البرلماني ولو كان الملك او الملك يعني لانا عندهم الملكية الدستورية نعم الملك عمل مثل النقد لقرار اخذها رئيس الحكومة ابعث له جواب قال له اني اذكرك بضوابط الدستوري ما يلزمش تنتقد مرة اخر ولذلك من 1709 في بريطانيا لم يتجرأ ملك على انتقاد البرلمان لأن الاتفاق انه نحن نظام ملكية دستورية الملك يملك ولا يحكم والبرلمان هو صاحب السيادة وهو الحاكم وهو ليحكم ومنه تخرج القوانين ومنه تخرج الحكومة حكومة اختتزكيتها من البرلمان احنا forefront عملنا دولة براصيل عملنا رئيس الدولة اللي عنده دور هامش رئيس الدولة عنده ينتخب بشكل مباشر هذه المشكلة هذه المغالطة حتى لو ينتخب بشكل مباشر لكن اعطيناها دور هامش في الحياة السياسية وفي تسير لكن شنو عطيناه وعطيناه الجيش فيدو وعطيناه أنه عنده الحق يحل البرلمان والحماية متع البرلمان يا دكتور محمد علي حراف ما عندهوش الحق يحل البرلمان الفصل الثمانين يمكنوا من يعني الحالة الاستثنائية يكون البرلمان في حالة إنعيقاد تام ما فماش حل البرلمان في الدستو هو عنده عنده الحق أنه يحل البرلمان باستشارة المحكمة الدستورية في ظروف معينة إذا مرتين ما نجموش يعملوا حكومة ما نجموش يكونوا حكومة كيفاش نعطيه أنا وقت اللي عرفته بش يعمل الانقلاب قلته يا مشيش يا غنش حولوا الحرص الرئاسي حولوه الوزار الداخلي أعطاه قوة حرص رئاسي وأعطاه جيش وأعطاه ميزانية وأعطاه مركزة بحاث وأعطاه فلوس أنت تعرف أنه ميزانية الرئاسة أكثر من ميزانية بعض الوزارات كاملة أكثر من ميزانية البرلمان يعني الترتيبة اللي عملوها خلال ما تركبش على بعضها أنت ثانوي وأنت تحكم فيها أنت اللي دا الأمة وأربطها هذي اللي صاير معا الأمر الثاني أنه من أبجديات الديمقراطية أنه واحد يحكم واحد عاضي بش نحن الشعب الشعب الكريم إذا ما عجبناش الحاكم نطيحوه ونجيبه المعارض لكن نحن تنتخب المعارض أو تنتخب الحاكم تجاههم يزوز في وجهك مع بعضهم أو أنت تنتخب حزم معين والحزب يوعد فيك بحاجة غضوة المواطن يلقى في وجهه من المعتمد للوالي للوزير للرئيس الحكومة ما عندهم حتى ينتخبهم بل أكثر من ذلك يلقى مثلاً كما سيل فخثاخ اللي دخل الانتخابات جاب 0 فاصل جاب برنامج ومشال الشعب الشعب قالوا ما عندكش حق تصور اللي جاب 0 فاصل يولي هو رئيس حكومة يصبح هو رئيس حكومة وبيدي كل شيء أنا كمواطن شنو فايدتها البرلمات شنو فايدتها الانتخابات الانتخابات هي تعطيني السلطة حقيقية بمعنى أني نستطيع نسقط واحد من السلطة ونطلع واحد إلى السلطة سمحني دكتور محمد علي حراث هذي الكل لموه وحطوه على مشكلة أنه القانون الانتخابي لا يستطيع أن يفضي إلى أغلبية مريحة اللي تنجم تكون هي الحكومة لازمها تحالفات وتوافقات وتنازلات وكريقة ذاك الطويل لعشناه وقتها نغير مبدأ نغير مبدأ الحكم والمعارضة أو نغير قانون الانتخابات نغير قانون الانتخابات سهل هو عياذ بن عشور كعمل القانون الانتخابة هو هذا قانون إيطاليا قانون تأسيسي هو في الأصل يعني مجرد التأسيس للدستور باش تكون كل إقاليات يعني موجودة زاما زاما هو أولا هو هو قانون الانتخابات البرلمان الإيطالي بعد سقوط الفشي بعد سقوط جابوا القانون لا عملوه توانسة ولا زمارة هذا كراه حتى عياذ بن عشور بيدو جابوا من التجربة الإيطالية بعد سقوط الفشي لكن هو عملوك كما قلت أنت حتى يكون الدستور النسكل ممثلة فيه في كتابة أنت بعد بعد ما كتبت الدستور أنت حرف انت أعمل قانون انتخابي جديد قانون انتخابي كما موجود في الدول الكل موجود في بريطانيا موجود في هولندا موجود في بلجيكا موجود في السويد موجود في آدد دول اللي اللي جربت ونجحت جربت القوانين القوانين هذه ونجحة وانت تعرف ان القانون هذا سيؤدي لذلك فلاش نعمل فيه هنا لكن نراه النظام الديمقراطي يقوم على ثنائية الحكم والمعارضة على اساس المعارض يكون مطلع على شؤون الحكم باش غضوك يجيه للسلطة يكون يعرف كل شيء يعني في بريطانيا عندهم الحكومة الحالية القائمة وعندهم ما يسمى بحكومة الظل عندهم وزير داخلية وزير خارجية وزير مالية وكل الوزراء عندهم لكن بشكل موازي في شكلها الموازي نهارة اللي يحصل على الانتخابات ما نهاره هزا تقم تعوي مشي سير الوزارة يعرف عليها كل شيء والقانون يبيح له أن يطلع على الجزء الأكبر من المعلومات ورئيس المعارضة يجلس في حاجة يسموها البريفي كونسل اللي هي تشبه ما يشبه عندنا نحن بمجلس الأمن القوم يحضر فيه زعيم المعارضة علاج لأنه يكون حار في البلاد بشرح لأنه البلد يقوم على الجهتين رو مشي معناها الحاكم وطني والمعارض خائن لما تعارضه هو فعل من أفعال الوطنية المعارضة في حد ذاتها فعل من أفعال الوطنية فنغيروه نحن المفروض نحن نغير عندنا العقلية ماو يا دكتور محمد علي تتحدث مع الناس يعني انتي عشت ما شاء الله يعني عمر طويل في الديمقراطيات العتيدة هذه كما بريطانيا يعني الناس فهم اش معناها معارضة وفهم اش معناها حكم احنا في تونس ماشي في باله معارضة اللي هو ضد الدولة يعني وماشي في باله الحاكم هو الدولة فبالتالي مزالت على العقلية هذه اش معناها انسان يعارض الحاكم ولا يعارض السلطة القائمة مزالت محبت لها وقت اي نغيروها ايش نو نقوموا نحن وقتها نقوموا بتغيير العقلية وكيفاش تغير بالممارسة نحن الممارسة متاعنا زادت خربطة الدنيا يعني انت تنتخب تنتخب الأسود يجيك تلقى لبيض يحكم تنتخب لبيض تلقى لسود يحكم ما عادش عندك ما عادش فيها حد شيء يعني انت تقوم بعملية انتخابية ويجيك الفخفاخ وحزبه حزبه ما يجيب حتى صوت حتى مقعد في البرلمان حتى مقعد تكتل ديمقراطي نعم حتى مقعد وهو يدخل الانتخابات الرئاسية يجيب 0 فاصل هذان يصبح يحكم هذان يصبح يحكم ولا تجيب لي واحد تقول شنو التكنوكراط يما هو عاد اوديشن جيبك الناس كما كانوا يعملوا التمثيل في المسلسل ولا في المقاوة كما كانت مش تتخدم في قدام سمحني دكتور محمد علي يعني للتوضيح حتى الناس تعرف هو في الديمقراطيات خاصة في الدول هذية اللي عندها نظام شبه برلماني ولا برلماني الحزب الفائز الناس وقت اللي تنتخب الحزب ويربح ذلك الحزب الناس الكل تتعرف شكونوا رئيس الحكومة الامين العام للحزب ولا النايب هو مش يكون رئيس الحكومة احنا في تونس حتى كنهرتلي عرفنا نتيجة الانتخابات ما زننا بنعرفو شكون رئيس الحكومة وجماعة يحكيون على ش اسمه حكومة الرئيس ولا شنية جملة واحدة يعني علاقة لا علاقة هذوكم هذوكم المفروض لا يسمحوا لهم بممارسة السياس هذوكم هذاك حركة الشغب هذوكم لا يستطيعون ان يعيشوا خارج ظل العسكر هذوكم ما عندهمش الحق اصلا يكونوا جزء من الحياة السياسية والحياة الحزبية لان السياسة ودخول للبرلمان وكذا لازم يكون ايضا فيه ظوابط مش كل من هبه ودبه مش كل واحد هذوكم ناس هذوكم ناس لا يؤمنون لا ديمقراطية ولا حكم هذوكم يؤمنون بالقهر والقتل والتشريد وناس يبوسوا الناس لا وطنيين هذوكم لا يمتون لا للعروبة ولا للدين ولا للوطنية بصيلة هذوكم ناس يموتوا في حكم العسكر ويموتوا في حكم الدكتاتور ولذلك اينما وجدت دكتاتورا تجدهم لاعقين لأحذية عساكره هذوكم ما نتكلمش عليهم تماما المشكلة يا يا أخو السامة وين أنه أنه نحن لازم أنت تروض الناس وتعودها على أنه اللي يفوز في الحكم اللي يفوز في الانتخابات يحكم نحن توا لما يفوز حزب في الماضي في الدستور الماضي في البرلمان الماضي كان عنا مش كل ما نعرفوش كون رئيس الحكوم لكن نعرفو على قل حزب الفائز أما توا هاي صارت الانتخابات تعرفش شكون فائز في الانتخابات هاي توا عادة ما على الأفراد قال هو فما لا حزاب لا حد شي تقول ايه تارفش شكونه فائز لا مهمة لا بتبعيش أمان تعرفش سامي فائز لا أنا اللي نعرفهم اللي هما كانوا ينظروا للنظرية قيس عيدة فشلوا في الانتخابات مش افتر وجماعة ذوما فشلوا هذه نحن دخلنا الآن في عالم في عالم المهازد وبالتالي يا أستاذ العزيز أنه الآن التونس متجهة نحو الهاوية شنو اللي قاعد يصير الآن الآن قيس عيد بأزمة حتى أنه حوصل بأزمة الأفارقة نعم قل في حرب مع الأفارقة وهذه مش سهلة لأن الأفارقة موضوع العنصرية وعندهم حق موضوع العنصرية هم حسسين فيه جدا 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 نحن نحن في تونس راو الحقيقة المفروض نحن نكون قبلة إفريقيا في الطب قبلة إفريقيا في التعليم في العلم والتعليم قبلة إفريقيا في التجارة قبلة إفريقيا في المال والأعمال كما كانت قبلة زيتون دكتور محمد علي حراثي أئمة الأئمة بتاع السينيغال ومالي والدول هذيك الكل تعلموا في الزيتون بل كل إفريقيا باستثناء مصر باستثناء مصر وأسربيا كل إفريقيا كل باقي إفريقيا من أقصاها إلى أقصاها كلها باستثناء الدول الساحلية الساحل الشرقي باقي باقي كله كانت قبلة والزيتون هذا في العلوم الشرعية لكن نحن الآن بالعصر الحديث في الاقتصاد في التجارة في المال في الأعمال كان يمكن طرف أعرف أحد الناس اقترح على الحكومة التونسية أن تونس تكون هي مركز الذهب من تأفريقيا أن نكون نحن مركز الذهب من تأفريقيا أن نكون مركز التعليم مركز الطب عندنا أوراق كثيرة الآن ما عندنا مشكلة كبيرة ولا أظنها ستحل في أجيال قادمة الآن لا فارقة دولة الأفريقية غير التونسي غير مرحب به التونسي سمحني على المقاطمة مرة أخرى خطر الوقت يدهم فينا الدكتور محمد هو التونسي أصلا ولا كره التونس يعني تونسي أصلا هرب من تونس تونس محارقة من تونس تخيل نعم فهذا هذا الموضوع الموضوع الثاني أنه قيس سعيد أخذ تونس إلى محور روسيا والصين وإيران هذا تبين بالوضوح كما بيّنت في أكثر من مرة أن حرب أوكرانيا لم تساعده في ذلك الذي يتعب هو الشعب التونسي الشعب التونسي هو للأسف التونسي هم هم اللي يخسر لأنه جالس هناك هو راه باش يكون في بالك الرجوع للوراء ما عنده شراء هو الفراء ما اسمه المارشا ريار ما اسمه رجوع للوراء كسره ما عادش عنده ينجم يرجع لأنه يعرف يخرج من هنا يدخل الحبس ما عادش عنده ما عادش عنده الآن ورّت معاه ناس آخرين الضباط في الجيش وفي الأمن ورّتهم معاه دخله معاه الآن في المعمع وخاصة هني ديما نكرر اسمه الجنرال الضيف هذاك أكبر عدو للتواز هذاك هو مخطط الانقلاب وهو الآن أكبر داعم لقيش سعيد فيه داخل المؤسسة العسكرية وأعتقد أنه هو من سيقوم بتصفيت المؤسسة العسكرية من كل الوطنيين هذاك أخطر جنرال على تونس أخطر أوكرانيا لا أظن أنه تنتهي قبل 2023 يعني العام هذا كله ليس يكون عام حرب لا يوجد حل لصالح شكون دكتور حاس برايك يعني فهيش باش تنتهي لصالح حتى وقت لصالح لأي في طرف وضع 2023 ماهوش باش يكون فما إمكانية لإيقاف الحرب أنا ما زال تطواء علش نقول في حرب أوكرانيا لأنه مرتبط بهالوضع في تومس وضعنا في تومس مرتبط بوضع الحرب في أوكرانيا لأنه في نهاية العمر باش يدخلو في ترتيبات دولية نعم الحاجة الأخرى أنه الاقتصادات الغربية كلها الاقتصادات الغربية كلها تدخل في وقت متاع رقود شنو نجرى عنه هذا نجرى عنه التضخم يعني التضخم كبير الآن بريطانيا فيها التضخم ما حدثش من 60 سنة أو من 70 سنة الآن التضخم حتى يعاجه التضخم هو بيرفع أسعار الفائدة أسعار الفائدة من البنك البنوك المركزية عمال يرفع فيها لما أنت ترفع أسعار الفائدة البنوك التجارية يجب أن تضع مرجن تضع معناها نسبة فوق أسعار الفائدة يعني لما أسعار الفائدة توصل مثلا 6% البنوك تعطيك 9% هذا في بعضهم في بلادهم ومو بضماناتهم وانت ناس ملاح وناس طيبة فيما بالك مع هذا يشنوب ينجر عليها ينجر عليها أنه أنه نسبة الفوائد على القروض بصفتين عامة بقطع النظر من المقترض صارت عالية إن شاء الله حتى أمريكا غدوة مش تقترض أو غدوة جنيرال موتورز ولا أبل ولا من عرش أنا بجو ولا حاجة تحب تقترض غدوة مش تقترض بنسبة عالية بالرغم عندي الضمانات وعندها كل شيء لأن هذه الاقتصاد كيف يش يمشي لما تكون أنت الترتيب متاعك التصنيف التي تيماني متاعك نازل تولي عندك مخاطرة المخاطرة كيف تتغطى هذه تتغطى بنسبة أعلى من الفائدة بمعنى تدخل تولي في مغامرة لماذا نعطيك بتسعة في المئات ولينا نعطيك بثمانتاش في المئات نعطيك بعشرين في المئات فأين مشكلتنا الآن مشكلتنا نحن التوازل الآن كيف نخرج لأن الميزانية معمولة أنه بش ناخده قروض من بره نعم سلطان لأننا فأكدين أنه إذا بنك صندوق النقد الدولي أعطانا قرض بش نجم ونمش ونقترض بش معناها رأون يودي عنا قدرة على الاقتراض معناها الآن بش ندخل في مصاريف كبيرة ياسر ياسر أنا أقول وانت بش تمشي بعشرين في المئات في حين كنا ناخده بسفر فاصل واحد وسفر فاصل لثنين بالمئات شوف الفرق معناها كي نتسلف ومئة مليون يجب أن نرده ثمانتاشن مليون كل عام معناها في ثلاث سنين رده ثلاثين مليون معناها ثمانتا أربعة وخمسين مليون في ثلاث سنين نردوهم أكثر ونص هذا عمال يعترضنا في تونس فعندنا حاجتين الآن ثم قروض مأخوذة من قبل حتى من وقت بن علي ومن بعد الثورة وإيامة قيس لأنه ثم قروض وافق عليها وافق عليها البرلمان وحل موعد تسلمها بعد انقلاب قيس هذيك أخذ تونسي القروض هذه مش شي شي وقتها أنه يزبنا ندفعها نرجعها ثم قروض خذين على خمسين ثم على سبع سنين ثم على عشر سنين ثم قروض حضر الأجلة متاعها 2023 24 25 حضر الأجلة متاعها بش ندفعها واحدة من الثنين ياما ندفعها ونحن معن ماش بش ندفع بش نقول الحل اللي بقانا نولوا نرجعوا نقولوا لهم يا سيدي القرض ذاك يردوا هنا قرض جديد تفتيت أنا أخذيته مثلا 2015 بنسبة فائدة كما نقوله واحد في المئة يقول لي بش نرجعه قرض جديد يعني هو يعرفني أنا فالس ما عندي منين ما عندي منين مش نخلص بش نعطيك قرض جديد بنسبة فائدة جديدة اللي هي 18% بش ندخله في بيردنينج يعني يقول لك أخويا عملي إعادة الجدولة نعملك إعادة الجدولة يولي الفوائد اللي ما دفعتهاش نحطها تولي جزء من الدين بمعنى أنا أذا كان عندي عام والعامين أفرض عامين ما دفعتش 36 مليون 200 مليون تولي 136 مليون يولي القرض متاعه عاجش 100 مليون يولي قرض متاعه 136 مليون وزيدهم من شوائد والفوائد معاجش تنطبق على 100 مليون تولي تنطبق على 136 مليون يعني الفوائد المركبة يعني الفائدة وانت ماشي شارك لور عبارة ولا شارك لور فهذا هو اللي المتوجهة فيه تونس هدايا بش نجرى عليه بش نجرى عليه أن الحكومة التونسية لازم تاخذ مجموعة من الإجراءات من أهمها رفع الدعم رفع الدعم اش يقول لك هما يقول لك الدعم هدايا نحن سنوعد وتوجيهه لا يعني انت هذا كان مثلا ثمانية ثمانية الاف مليار كنا نعطيه فيها دعم مكش توزحها على التونسية توزح على التونسية الفين مليار ستة الاف مليار بش نحيها بش نحيها ما عادش موجودة بالكل يشنو بش يش هدايا هدايا مثلا الخبزة كانت كما تقولوا بمئة فرنك بش تولي مئة وخمسين فرنك لأننا نحينا الدعم لأننا كانت الدولة تدفع في الدعمة دايك معناها المعيشة بش ترتفع وهنا والقدرة الشرائية أكبر مشغل شكون الدولة الدولة هي أكبر واحد تخدم الناس الدولة معاش تخدم الدولة قاعدة تطرب رجال الأعمال الآن خايفين أي رجل الأعمال الآن خايف وما تنجمش تعمل حتى مبادرة جديدة عنا أتعس القوانين في الكرة الأرضية تعالي والبيروقراطية والرخص والشيكات وغيرها يعني أنت واحد الشيك ما يدفعش يحطوه في الحبس عودي يخليه البر بشي يجري ويجري بشي نجم يخلص ديون ولا يحطوه في الحبس الشركة دول العالمة عاش تتعامل بشيكية طوال كلها كرد كريدي وكلها ما هذا الشيء يا ولدي الشركة هو عقد مدني عقد نعم عقد مالي عقد مالي مدني علش ندخل فيه انت ما خلصنيش علش نحط فيك في الحبس هذه اللعبات بين بعضها شكون قللك أنا قلتك عطيه بالكريدي انت عطيت بالكريدي شبش نعمل معنى لي كردي وما يخلص دخل الحبس مشكلة كبيرة في تونس فهذا للأسف هذا وين مش يقدي مش يقدي الى انهيار الاقتصاد لما ينهار الاقتصاد الحاكم مش بش يعمل بوقت سيكشروا عن انيابهم لو تذكر أنا قلت من لا يقنع يقمع يقمع نعم قلت من زمان انه من لا يقنع يقمع هذه معروفة من اول الدنيا فقاي سعيد مش بش يسقط مدام الآن معاها القوة الصلبة مدام الجيش والبوليسية معاها توازي خليموطوا بالشتر سواء شنو بش يسقط هكا في سيئة الناس ميتا بالشر أنا في اليمن الناس ميتا بالشر في مصر أنا في مصر عاش سنين يحبوا يقلك التجربة الاقتصادية يقذبوا عن الناس دكتور محمد علي هو الوقت يدهمنا وانا نحب في احنا خذينا الوقت خذينا الوقت في ال 15 دقيقة الاخيرة تحدثنا طيو انتي قلت لي قيس عيد لن يسقط اذا الوقفة اللي اعملها الاتحاد العام التوسي للشغل الامس يوم 4 مارس وخمسة مارس الوقفة اللي عملتها جابة الخلاص الوطني ما عندهم حتى تأثير في الواقع ما فماش رسالة سياسية توصل مثلا للقوى الصلبة ولا للقوى المدنية اللي موجودة في تونس او حتى القيسس عيد نفسه يعني رانا ناس رانا معرضينك رانا ما ماناش معاك وهك شفت الشعارات اليوم وانحب تعليقك على العدد خاصة انت على الوقفة تعليقهم العدد والفئة العمورية يمكن انت لاحظت هذه الفئة العمورية اللي موجودة في الوقفة اليوم ما بتعجبت الخلاص ايه متع سبعين فما فوق بنبدال نعم معناها من سبعين من سبعين وانت طالع وين الجامعة طوانا نذكر في عهد يانا في عهد بن علي اللي كان القمع كنا كل عام فما مظاهرات في الجامعة وين هو موليد الجامعة بصراحة لبس الأمور واضحة في الجامعة يعني او كيفيش للأسف السياسة لم تعد تغري الشباب التونسي الشباب التونسي الآن بعد على الملفات السياسية ولأنه وقعت تجارة وقعت تجارة بالشباب يعني شفت الدستور والانتخابات ولد في موضية برشة برشة لازم يكون عندك نساء ولازم يكون عندك شباب ولازم يكون عندك معاقين راه راه وجود النساء في البرلمانات ووجود الشباب في البرلمانات راه ناتج على حركة اجتماعية مهوش ناتج على قوانين يعني ما تحط ليه القانون بالقانون راه ما عندك ما عندك وين توصل وبالتالي نهارة اللي انت نهارة اللي تدخل في مواجهة سياسية النساء يهربوا لأنه ما عندهش علاقة وانت كنت تكركر فيها باش تكمل بها ملفك ما عندهش البرلمان البريطاني 300 عام 300 عام من وجود البرلمان ثلاثة قرون من وجود البرلمان البريطاني بشوصوا 10% نساء والآن أبدأوا أكثر أبدأوا يطلعوا لأنها عملية تراكمية عملية وعي إذا المرأة مش مقتنعة باش تدخل معاك في السياسة إذا بتجيب لها طريقة أخرى بدأ ماشية قانون تدخلها بالسيف عليها ولا تعملها من تلقى نفسها يعني هذه الحركة الاجتماعية تخلي مثلا يتواجدوا شباب يتواجدوا نساء المشكلوين 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 في الانتخابات اللي تعدات الكل كل قائمة فيها الشباب يكملوا بهم في القائمة الآن في الانتخابات احتجاجية أنا نذكر كي كنا صغار كي كنا صغار كنا عمل المظاهرات تقريبا المظاهرة أكثر من 90% بدون مبالغة الشباب صغار يعني من 15 سنة إلى 25 سنة أكثر المظاهرات اللي هما تشوف فيهم أعمرهم 60 و70 وفوق الخمسين هما نفس الشلب ويكبرو ويكبرو حتى لنص وغات هذه الحاجة الأولى أنه الشريحة العمرية ما هيش مشجعة الأمر الثاني أنت تقول لي قي سعيد ما عاربش اللي تم الناس معارضين ليه عندش مشكلة وتلموله أربعة من الناس قدام المسرح قال مليون وثمانمائة ألف وذكرها ديك مليون ثمانمائة ألف هو عن يمخوا ومصدقوا أنه هو الشعب معه ناطق باسم الشعب الرجل في كامل المدارك العقلية كل كراه والعشرة في المئة اللي يصوتوا اللي يصوتوا خير مخير ما يمنش بالأرقام هذا هذا ما عندوش ما عندوش مخم تأرقام لكن في داخله هو يعرف أنه قام بكل الجرائم من تأمن الدول تغيير الدستور تغيير هيئة الدولة الاعتقال الاختطاف التعذيب التجار بالبشر كل وعمله العنصرية كل التهم جاهزة له بش يتحط في محكمة لهايفي في محكمة العدد الدولي وعارف روحه ومن معه عارفين رواحه عارفين رواحه أنه الشعب مش بسيرحمه من المرة الجاي لأن المرة هذه مستوه في الرزق ومش مستوه في الرزق بحاجة بسيطة فهمت الآن الناس من اللول كان عندها أمل بعد ولا عندها حيرة بعد ولا عندها شك الآن ثم بهداء الناس مش مصدقة اللي قاعد يصير اللي تشوف فيه أمام عينها ما هيش مصدقة لكن التوانسة معروفين يرقد ويرقد وفزك يكسر ما ما حواليه هو يواصل في تلك الحال بالنسبة للاتحاد العام تونسي للشغل أنا كتبت مقال مباشرة بعد الانقلاب وعندي أصدقاء في الاتحاد أبلغتهم أبلغتهم رأيي قلت لهم رأيكم أنتم مش تكونوا أكبر خاسرين وروا أمامكم فرصة تكونوا أنتم القوة الحقية في البلد اخرجوا عارضوا الانقلاب اخرجوا عارضوا الحكومة مش مشكلة عارضوا للمشيشي مش مشكلة لكن لازم تعارضوا الانقلاب مش تبانوا اللي أنتم أصحاب مبدأ شنو عاملوا خرجوا وقالك نحن نؤيد الانقلاب نحن نؤيد الانقلاب ولا رجوع إلى الوراء وحتى لما بعض السياسيين يقولوا أنه معناها الاتحاد قوي يقولهم لا ما تجروا ش بنا نحن معنا حتى علاقة بكم حتى علاقة وقامون ونحن مع 25 جولة ونحن مع قيس قالوا نحن مع قيس الآن وضعب نحن منظمة وطنية ومع تصحيح المصار لكن ما شفت شتي في الوقفة بتاع البارح الخطاب تغير نجم قوله تغير 180 درجة نعم الله يتغير على 5000 برج ما عنده وين يوصل الآن أكبر خاسر في تونس هو الاتحاد انتهى 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 الاتحاد وذكرني به سيكون نقابة قوة من القوى الموجودة في البلاد ليزيد ولا ينقص أما الاتحاد امتع لي وقف البلاد ويسكرها منافذها والاتحاد اللي يطيح حكومة ويطلع حكومة ويفرض على حكومة ويفرض على وزيد هذا الاتحاد انتهى وبدون يرجعزت مغير مغير ما يحاولوا التجهد عليك سمحني سمحني دكتور محمد علي انا الهناء مش يتغشوا مني سيدة المشاهدين خاطوا قاعدوا نقص عليك برشة لكن انا جاني سؤال الهناء ويزمني نطرحوا عليك بصراحة طيب هذا هو الوضع الطبيعي متع اي نقابة في العالم انه ما يطيحش حكومة انه يفرض مجرد يعني يفرض اصلاحات على الحكومة يقول لها عندنا حقوق متع عمالة متعنا مهضومة في الميدانة ذاكة او في القطاع ذاكة او في يعني مش هذا هو المكان الحقيقي احنا الاتحاد في تونس مش عطينيه مكانة اكثر مما كانت اللي يرزموا ياخذها كمنظمة وطنية تدافع على الشغيلة بعد الثورة في ديما نضرب لك مثلا بريطانيا لانه بالمثال يتضح الحال نعم حزب المحافظين وحزب العمال حزب المحافظين اقريب هو حزب الملاكة وحزب البرجوازية حزب فكانت النقابات موجودة النقابات ادركت انه بالاضربات وإلى خير هي مش مش توصل حاجة فمشا كونه حزب النقابات مش تأسد حزب سماته حزب العمال الحزب هدايا نصف اللجنة المركزية لازم يكون من النقابات و70% من التمويل امتاعه يأتي من عند النقابات الفلوس يأتي من عند النقابات حزب العمال امتاعهم امتاع العمال لكن لما يدخل الحزب في الانتخابات ويفوز بالانتخابات يخدم الدولة وحزب للدولة مش حزب للنقابات وأكثر إضرابات تصير في وقت في وقت يبدو حزب العمال يحكم ووقت حزب العمال هما يحكم وأكثر الإضرابات تصير الإضرابات نقابية بحتة يعني النقابات لما أرادت تشارك في السياسة شاركت السياسة بقوانين السياسة ولما تقوم بعمل تقوم بعمل نقابي بحتة ما عندوش حتى علاقة بالسياسة فقط يعني ممكن النقابات تعملك إضراب مع حزب العمال وما تعملش إضراب مع حزب المحافظي عليش لأنه حزب المحافظي ربما أعطاهم أفضل أعطاهم مضربا فالاتحاد أنا لما نقول أنه كان يطيح حكومة ويطيح حكومة أنا أصفه حالا أنا نصف لك في حالة هكذا الاتحاد اللي نعرفوه توانس الكل اللي نعرفوه توانس الكل اللي يعين كما قلو بقى يحي وينيت في عالم السياسة يعني ينصب ويسقط من الحكم الاتحاد هذا كنتهى بل النهاية الأكبر من ذلك أنه ستضرب معناه باش تتقسقس الجوانح متاع الاتحاد بمعنى الاتحاد قوته في المؤسسات العمومية التونسير الساق الصوند متاع البترول متاع مش عارفه فالمئة وعشرين شركة اللي نعرفوه متوازق هذا مكل للبيع هذا مكل للبيع ايش وليه خاص يعني خلاص خرجوا من يقيدوا ولذلك أنت تلقى إضراب في التليكم وما تلقاش إضراب في أوريدو لأن الخدامة أوريدو اشترتها قطر والخدامة متاع أوريدو يضربوا في شهرية مليحة ما عنده علش يعمل فيه إضراب وما عنده حتى علاقة بالاتحاد دونك معناها لكن المتاع التليكم حتى لو يبدأ يخلص أموره مليحة الاتحاد مش نعمل إضراب عام مش يعمل إضراب عام لأنه تابعا للمؤسسة العمومية هذه المؤسسات العمومية قيس كله بش يبيح دونك كلها مش مش خلي حد شي يعني أنت قدو ما تستغربش تجيك الفاتورة متاع الماء ولا متاع الضوء من من الشركات الكبرى بالتعلم هذه LEDF LEDF أي بتاع Energy de France أي هذو ما ممكن غدو هم اللي تولوا بيعان يبيعوك الضوء معناها الفاتورة تجيك في الدار انتهى فالحكم متاع قيس سعيد أكبر إنجاز مش يعمله قيس سعيد سواء تقول إنجاز أو أكبر أثر سيعرف به تعرف به فترة قيس سعيد إلى جانب أشياء أخرى هو أنه نهاية الاتحاد الاتحاد للأصد ما سمع الآن تجي تجي باش تلعبها بطل في في الشوط الثالث يعني بعد ما وفدت المباراة انتهى الموضوع تبكن ويقولك ما عندك ما تعم القضاء القضاء كنا نقول قبل ما نمشي القضاء سمحني دكتور محمد علي حراثة فما أخت مشاهدة زهيرة عرضتلي جهة ربي ما تعرضوا ليش جهة ربي في الأسئلة قلت لي بالله أسأله شنو قيمة الإضراب متاع المربين هل عنده فايدة سياسية على الأقل هي تقصدها كحجب الأعداد تقصد حجب الأعداد على الإدارة كانت نجم تقصد حجب باقتضاب بسرعة ما عنده حتى قيمة ما عنده حتى قيمة ضربات الاتحاد بكلها ما عاد يكون عندها حتى قيمة لأن الرجل هذا يقولك بره أضرب الغدو تحبش تعطي الأعداد ما تعطيش عنده كيف كيف عنده حتى ما تعطيش الأعداد أنت شنو بش ما تعطيش الأعداد شهر شهرين ثلاثة أربعة بعد شنو بش تعمل بش تعمل إضراب تقول أنا معايش نخدم ممكن هو يقوله يجيك للشهرية يقولك أنا نخلص فيك في الشهرية هذي بش تعطي الأعداد لأنك أنت ما تعطيتش الأعداد أنا بش نحيك نصف الشهرية وبره عرض له فترة عنده ومالك موليسية جاهزين بالمطراك يوكلوه ترح ما عنده ما عنده من يوسو انتهد القضاء لما كنا نقولولهم يا قضاء تراكم سلطة ما كونش موظفين هو يحكي عليكم أنكم موظفين أنتم مراكم سلطة براهن وأنكم سلطة خذوا ما معنى السلطة لأن السلطات المبدأ المتسكيو اللي هو الفصل بين السلطات لماذا هو الفصل بين السلطات يسموها الأمريكاني يسموها check and balance يعني سلطة تراقب سلطة ما معنى تراقب سلطة سلطة عند حدها توقفة عند حدها اي سلطة أنت ركفت تتجاوزت أنا بش نوقفك بأي طريقة توقفت تريد تعمل إضراب يوقفها عند حدها بقرار يعني غدوة المحكمة الإدارية تجوي تقول آية قاية سعيد أنت لهذا انقلاب هي تسميه انقلاب لكن الثقافة هذه ليست مجموعة ماذا عملوا قضاء تونسي؟ ليست عملوا إضراب ماذا هو الإضراب؟ قال لك إضراب مفتوح بعد قبل العطلة للقضائي مشوا يجري ورجعوا البرواتهم الكل بعد ما رجعوا البرواتهم الكل قال لهم رأى من يبرقهم فهو معهم ولذلك لم يبرقوا أي واحد تعرف قاضي التحقيق اللي حط عصام الشيبي في الحفز قالوا لا يحاشم منك سعي سامر قالوا سعي سامر أنا يحاشم منك أما لازم ننبغتك للحفز شفتها لك شمية اللي عندهم فعندنا قضاءة الآن تحت سيطرة الانقلاب لو كان في الفترة الأولى المزور اللي حط شي ما قال حط راسل لوتا ويعمل إداع 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 يعني مش حاب حتى يخزر للمتهمة يعني اللي حفش يحطها في الإداع إنه غير مقتنعة ولكن أك الثقافة متعد تبكي أمك وما تبكيش أمي أخطراسي واضرب كل الثقافة ذيك ولكن أعلن يتصرفون وكأنهم مجرد موظفين القضاءة في تونس هم مجرد موظفين عند الانقلاب هم بوليسي أخرين يعني لا فرقة بين البوليس وبين القاضي هذا حتى في عهد بن علي وبرقيبة ما حدثش ما صارش القضاءة الآن جهارة في النهار نحالهم حتى الكرامة ليس كروا بن علي قبل يهددهم ملفات بحاجات معينة يهددهم لكن في السر يبعث لهم واحد يكلمهم يهز وزير العدد يكلمهم بالتاليف أما تقول لا طلع قدام الشعب التونسي الرجل فيكم يسايب واحد يسايب واحد راني نقرة في ملف القضية اللي فيها عبد الحميد جلاسي وفيها وفيها ترك وفيها تركي وفيها خيام تركي وكمال طيب وعندي سبعين صفحة يعني مهزلة انت تعرف هذا بيرنار أونري بيرنار ليبي ولا شي اسمه ما ستقلوهم شعليه بالكل سمحني والله ذكرتني دكتور هو الوقت دهمنا فرنسا حتجت يظهر لي عندها علاقات سعيد كيف يحطوا اسم بيرشيل في القضية هذه على ما يبدو هكذا حسب الكواليس لأنه تكلموا عليه في وقت البوليسية أما عند حاكم التحقيق في أوراق القضية مش مذكور بكل في أوراق القضية مش موجود لسه مش موجود ولا واحد من الموقفين سألوه عليه ولا واحد من الموقفين يعني نحن عندنا راهي في تونس مأساة حقيقية الآن مأساة إلى درجة أنها أصبحت ملهات هذا اللي صار هذا اللي صار في بلادنا للأسف نعم متجهين نحو مشاكل كبيرة الله يفرج على الناس كل نعم ولكن السيد هذية أنا أراني أقول لك ها المظاهرات وها الوحدات رأيك كلها متاع قلق وكلها متاع لأنه المتضاء ليسقط الحاكم لما تخرج باش سقطه تقول ماشي مروح وتستدرج معاك جاك معينة وتتكاتف أجهزة الدولة إذا باش تغيروا بأجهزة الدولة بمعنى أن القضاءات لازم يخرجوا قرارات حاسمة هو أنهارت للقليب كل واحد يعني كيما نقوله إحنا استكفى بحاله يعني وفي الأخر يعني استفرد بهم قطاع قطاع في نهاية الأمر في حين أن القضاءات كان عندهم دور وقتها كانت عندهم الهيئة الدستورية هذه المراقبة الوقتية هي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حاجة كما كأسمها ما عملوا حد شيء ما قالوا حد شيء ما علقوا حد شيء على خرق القانون على خرق الفصل الثمانين ومن بعد أنت أنا أتذكر تعليقك كان تعليق مهم جدا قلت يعني قوضات يقوموا بإضراب يعني هو سلطة ويقوم بإضراب ويعمل اعتصام يعني هما أصلا للأسف القاضي أهن مهنته أهن سلطه يعني بالتصرفة هذه اسمح لي مرة أخرى نوضح موقفي من الأخوة الأفارقة أحدهم هو هذي الأخ يمكن التحق بنا الآن ينجم يعود للبداية الفيديو أما كانت حب تفسر مرة أخر تفضل دكتور ما فهم حتى مشكلة نحن تونس دولة إفريقية واللون ليس له قيمة والأفارقة إخواننا وإفريقيا وعمقنا بقطع النظر على من أي بلد جاء الناس اللي جاءوا للدراسة والتطبيب وغيرهم مرحبا بيهم وألف مرحبا بيهم الناس حتى اللي بدون أوراق وحرقوا لتونس وعندهم مشاكل اقتصادية وعندهم حروب في بلدانهم وينجموا ويندمجوا معنا مرحبا بيهم وأنا أدعو إلى دمجهم في المجتمع وأدعو إلى تعليم أولادهم ونعلموهم اللغة العربية وربي يكون معنا ومعاهم عندي مشكلة وحيدة مع الأفارقة العنصريين اللي هما الحركة الأفروسنتريك اللي هما يدعون إلى طرد العرب والبربر من شمال الأفريق إلى طرد كل من ليس صاحب بشرة سوداء أنا موقفي هو ضد العنصرية وليس مع العنصرية لكن العنصرية موش العنصرية اللي اتهموا بها التوانس والعنصرية اللي اتهموا بها الأفارقة إذا واحد يجي يقول لي أنه أفريقيا أو يقول لي مثلا تونس ميزم يجيها حتى واحد أسود ونقول له هذا تصرف عنصري لما يجيني واحد من أفريقيا ويقول لي تونس ميزم يبقى فيها حتى واحد موش أسود ونقول له هذه عنصرية هذا الموضوع واضح نعم واضح بارك الله فيك على التوضيح فما الأخ سليم أيضا سألك سؤال ونجابه على سؤال هذا ونختمه بإذن الله قالك كيفاش نجح قيسس عايد في قسقص قسقصة أجناحة الاتحاد في حين فشل الآخرون على مدى العشر سنوات الفارطة بعد الثورة بل بالعكس يعني كبرو له جوانح والاتحاد الأية المرتعشة لما تبدأ يد ترعش ولا مبدأ إنسان يكون مبدأ هو يحط راسه فرمال يبطبيعة بش يخرط عليك يخرط عليك اليسوى والما يسوى أنت البلاد هذه دخلتها بانتخابات ولما تدخلها بانتخابات يعني أنت نائب اسمه مجلس نواب الشعب أنت نائب يعني أنت لما تمشي المحامي وتنوبه وتنوبه وعليه قضية معينة لازم تمشي حسب مصلحة الموكل متاعك ولازم تمشي حسب تعليماته ما عندكش حق مثلا عندك المنوب أنت كمحامي الشخص اللي جاوك لك عنده في خصومة في الأرض أنت ما عندكش حق تمشي نيابة عنه من غير ما تشاوره تتسلم الأرض متاعه والخصم متاعه قال شنوب بش يكون عنا السلام في الوطن ويكون عنا توافق ويكون عنا ارتفاق أنا ما أعطيتكش ما أعطيتكش الحق هذي هم المفروض يخرجوا للشعب وتشرح للشعب أنا عجزت ما نجنتش نقولوا يا شعب هاي أمانك رجعتها لك هذا هو لكن لا أقبل الأمانة لأن هذا ترتقي إلى خيانة الأمانة هذا اللي لازم نكون واضحين فيه نعم هذا هو هذا هو بارك الله فيك على صراحتك دكتور محمد علي حراث وعلى وقتك الثامين وصلنا لنهاية البرنامج يعني تجاوزنا نحن الوقت البرنامج هو عادة ساعة لكن بما أنه أسبوعين تقريبا يعني أسبوعين نحن إن شاء الله هذا البرنامج سيكون أسبوعي نعم ما سمعتكش دكتور كتعاود نحن بدنا نص ساعة متأخرين هي بدنا نص ساعة متأخرين فعلا بدنا بعد نص ساعة نعم هناك خلال تقني إن شاء الله سنحاولوا المرة القادمة يعني نحلوا المشكلة هذه التقنية ونبدأوا في الوقت متاعنا اللي هو التاسعة ليلا انتظرونا كل يوم أحد وسيصبح نعم أحد الأخوة يحكي على الدولة العميقة إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية نعملوا برنامج على تفسير ما معناها الدولة العميقة راهي الدولة العميقة مش حاجة خايف راهي الدولة الحقيقية اللي فيها دولة العميقة وإن شاء الله نصلحوا على الموضوع عميقة المرة الجاية إن شاء الله يعني نتناولوا المرة القادمة تفسير الدولة العميقة بإذن الله الله يبارك ونذكر السيد المشاهدين هذا البرنامج سيكون برنامج أسبوعي ومعاً شيء يسمى سياسة في العمق اللي خاصة الدكتور محمد علي حراث سيصبح برنامجه منبر الأحد مع الدكتور محمد علي حراث كل يوم أحد الساعة التاسعة ليلاً تاسعة التاسعة ونصف تقريباً يعني كل يوم أحد نعم؟ قالينا التاسعة نعم نعم التاسعة أنا نعطيهم التاسعة ونصف يعني على أقصى التأخير يعني إذا تأخرنا فانتظرونا يعني من فوتوش بإذن الله نفوتوش تاسعة ونصف ليلة لكن بإذن الله سنكون في الموعد التاسعة ليلة لا إن شاء الله نحاول نكون في الوقت لا تنجمش تعطي موعد بتسعة تسعة ونص يعني خمسين في المئة من الوقت نعم لكن إن شاء الله تكون هذه المرة نحاولون نرتب كل شيء مسبقا إن شاء الله بإذن الله ننظموا المشكلة هذه التقنية نفضوها بإذن الله المرة القادمة تتظرونا كل يوم أحد منبر الأحد مع الدكتور محمد علي حراث ويوم الأحد أيضا الساعة الثامنة ليلا قبل برنامج الدكتور محمد علي حراث برنامج العصف الضهني مع الأستاذ موصف زيد نعم دكتور فضل خلص انتهى إن شاء الله نعم وصلنا نهاية البرنامج أشكر كل أستاذ المشاهدين على التفاعل والمتابعة وخاصة لتفاعلوا معنا بالأسئلة أو بالتعليقات الأستاذ زهيرة الأستاذ سليم وسمحوني للأخوة اللي ما ذكرتش أسميهم خونا برباس اللي هو أصر إنه يكون الدكتور محمد علي حراث معنا بشكل أسبوعي مشكور أيضا زيادة كل الأخوة نشكركم شكرا جزيلا تتظرونا في بثات مباشرة كالعادة تقريبا كل يوم على قناة البلاء ما بقي لي إلا أنا سودعكم الله الذي لا تضيع دعاوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة